وقصنا بالاضراب هندعم دي بالشغل هندعم بالمجهود و هندعم باننا هندديها الوظهر هندديها الافكار و هندديها الخطط و هندديها البنامج لانو عندنا كوادر قادر في هذه المواند عندها الخبرة و عندها القدرات اللي بتطور بها هذه المواند عشان تبقى المينة دي اعظم مينة في افريقيا كلها وليمنا على القدرة لانه دايما عارفين المينة دي هي المينة الوحيدة البيتغزي وسط افريغيا وشرق افريغا دي كله عندها القدرة انها تبقى ميناء استراتيجي حقيقي يمسل حقيقة ريات السودان وريات افريغيا كلها وده مشروع كلنا نتبنىه مع بعض هنا في نجمع المهانين ويتم هنا في نغابة حيات الميناء حيات المواني وحتى النغابة تعد عمال الشحن والتفريغ برضو هنبعد معهم وحنرتب معهم عشان ما يتنه ظلمهم ويتم التعامل معهم بصورة ما محترمة ولا آدمية ولا إنسانية يكونوا موظفين وعندهم عقود عمل وعندهم عقودات ثابتة هم والعمال بتاعت المواني البحرية لاننا هنا عاشفين دي واحدة من المشاكل ودي واحدة من الحاجات اللي كان بتعمل بها بسطة انه بتخلي الناس شغالين من غير عقود ومن غير ملفات ثابتة ومن غير عقود ثابتة وضع يفترض ينتهي تماما أي موظف شغال يكون عقدي عنده عقدي واضح ومعروف ومحدد في بنود محددة وفي شروط